خلينا نروح للخبر التاني هيكون معنا فريق كرة اليد سيدات وكان عندهم الحقيقة مباراة مهمة ودربي مع نادي الزمالة المباراة الحقيقة كانت شهدت في الشوت الأول تراجع شوية في الأداء لفريقنا وانتهى بفوز طبعاً الضيوف كانت مباركة على صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر نادي الأهلي بالجزيرة ودي صور من اللقاء النادي الأهلي بدأ في الأول شوت يمكن أداء وتراجع شوية في المستوى كان وانتهى لصالح الضيوف 15-13 اللي يعني يستعيد بين الشوتين الفريق طبعاً قوته تاني وتركيزه واستطيع أن يفوز بقى فرق كبير حول تأخره فرق هدفين لإنهاء المباراة بفرق كبير ويعني لو حسبناها مباراة خرسة 26-22 يعني فرق أربع هدف وانته كنت متأخر هدفين فإذا معنا كده الشوت التاني انتهى وانته متقدم فرق ست أهداف فطبعاً الترانسيفير الكبير ده أكيد بيأكد أن انت فرقة تستطيع أنها تحول النتيجة في أي وقت فريق السيدات ماشي بشكل كويس مشاركاتهم الأفريقية استفادوا منها جداً في سنتين متتاليتين سواء البطولة اللي كانت في نفس الصالة صلت أمير عبدالله الفصر السنة الفاتت أبطال الكؤوس أو أبطال الدوري اللي اتلعبت في أفريقيا يعني من شهرين تقريباً استفادوا جداً من هذه المشاركات مش بس كده كمان الاستقرار الفني والإداري وطبعاً بيأكود الفريق كابتل محمد عدل زولة الحقيقة اللي عامل شغل كويس مع الفريق والجهاز الفني بالكامل طيب فريتنا النهاردة ماشي بفوز كامل الحمد لله رب العالمين بكل المباريات يعني العلامة الكاملة تأهلنا للدور اللي بعد كده بصرف النظر عن انتظارك لمباريات المرتبط الحقيقة أنت عندك موليد 2006 المرتبط مع الفريق الأول ولكن أنت مش مستني نتائجهم أنت من كار النتائج أنت طمأن تتأهل بسبب فوزك في جميع مبارياتك حتى الآن بالمناسبة إحنا لعبنا مباريات الدربي حتى الآن يعني في الفترة اللي فاتت من مداية الموسم سبعة دربي مع نادي الزمالك نادي الأهلي يعني سبعة مباريات ما بين كرة يد وكرة يد الرجال وسيدات وكرة سلة ولسه الطيرا ما لعبتش ولكن يد الرجال وسيدات وسلة رجال الثلاث مباريات أو الثلاث أفرع دي كانت يعني المباريات اللي تلعبت سبعة النتيجة اللي نادي الأهلي سبعة من سبعة يعني سبعة صفر فوز للدربي حتى الآن في المباريات من بداية الموسم حتى الآن طبعا لسه هتيجي تباعا يمكن بعد ما يبتدي طبعا دور السوبر لكرة السلة وبعد ما يبتدي كمان دوري الكرة الطائرة والمبلي اوف أكيد العدد ده هزيد مرشح يوصل لحاجة وعشرين مباراة ولكن حتى الآن نتيجة أو نتائج مباراة الدربي بيننا وبين نادي الزمالك سبعة صفر حتى الآن نتمنى كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي ويأكد ريادته وتفوقه في الكثير من اللعب طيب كان في لقاءات وتصريحات مهمة للفريق طبعا فريق الرجال فريق سيدات لكرة اليد سواء جهاز الثاني أو اللعبات خلينا نشوف صراحة يقالوا ايه بعد الماضي شوارجا لحضركوا ده رحمن الرحيم طبعا الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة المباراة رقم 14 ودي كانت مرحلة مهمة جدا بالنسبة لي اننا عشان أخش الدورة المجمعة اللي جاية اللي هي الدورة الربعية الحسم الدوري كسبان الفرقة كلها اللي هي عاد تخش معايا المربع المبارتين لان البستاندي بخش بالنقط بتاعتي يعني أنا الحمد لله داخل الدورة المجمعة معايا ستة نقط بيتي الفرقة كلهم بقى مقبطين مع بعض ممكن خش معايا بن نقطتين أو تلت نقط فكان مؤمن اننا أخلص ماتش النهاردة الولاي اللي عندي كانوا مشذودين أو مشهونين شوية على الشوت الأولاني ما كانواش في أحسن حالاتهم مستوياتهم ما كانش ظهرة دخلنا اتكلمنا مع بعض بين الشوتين التوتر بتاد يقل بتادوا يلعبوا فالشوت التاني الحمد لله لقدرنا ناخد المباراة ونكسب المباراة أنا الشوت الأولاني الحقيقة كنت شايفة الفرقة بتاعت كلها مش موجودة يعني كلهم في أقل من خمسين في المائة من مستوياتهم كل اللي موجودين في مراعب تقريبا أنا الشوت الأول لعب بـ 12 لعيب اللي 12 لعيب عملوا أخطاء وخطأ وثنين وثلاثة فخيالي أن الشوت الأولاني مثلا أنا أعامل جوه الشوت حوالي من بين 30 لـ 35 خطأ فطبع جداً أنا كنت تبقى أتخرج خسران وكانش أداي أحسن حاجة زي ما بقولك بين الشوتين اتكلمنا مع بعض والتوتر راح من عند اللعيبة وحاسوا فعلاً أنهم مقصرين شوت تاني بازروا مجهود كويس وكانوا مركزين أكتر في اللعب مش أحسن حاجة لكن الأخطاء قلت وقدرت أحسم المباراة وده كان الهدف أنها نكسل ورده من ماتشاط الأهل وزمالك بيها فيها شوية توطر وفيها شوية عصبية فالحمد لله يعني قدرنا ننفوز بالمباراة طبعاً يعني بشكر الجماهير والإدارة بتاعت النادي اللي بتدعمنا على طول هذا مجلس إدارة بيحضروا لنا التمارين وكابتن خلال العود ومدير النشاط اللي بيبقى موجود معنا وكل الناس بتدعم الفريق والحمد لله يعني احنا الغد وقت مشارفينهم بأمر الله نقدر نحقق السنائية زي السنة اللي فاتت الدوري وكاس بإذن الله أنا اللي جاي عندي دورة مجمعة دورتين مجمعتين كل دورة ثلاث مباراة يعني فضل السيد مباراة في الدوري ومربع الكاس مبارتين إن شاء الله رب العالمين تمنى المشاط دول ببطولتين وبأمر الله الفرعة تبقى عند حصل نظن جماعيرها وإدارتها ونقدر نفوز بالبطولتين بإذن الله زي السنة اللي فاتت إن شاء الله مبسوط جدا من دعمهم وبتمنى دايماً أنهم يدعمونا لأننا من غيرهم ما نعرفش نعمل حاجة جمهور دايماً بيقام ساند الناس وهو اللي بيشجعهم وهو اللي بيأذرهم بشكرهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وإن شاء الله دايماً في ظهرنا وإن شاء الله دايماً نقدر نفرحهم بإذن الله هو طبعاً الماتش إحنا كده كده الحمد لله كنا نحاسمين المركز الأول في الترتيب بس الماتش لي معاني ثانية عشان الماتش أهلي وزمالك فكان فوز مهم وإن إحنا ندخل الدورة مجمعة بالنقاط كاملة وقتصاد كل الفرق فكان لي الماتش كان لي يعني طابع تانية وعوامل تانية بس الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله كسبنا إحنا الحمد لله مطمينين إن شاء الله الحمد لله إحنا نكسب بس مفوقنا نبذل مجون من الأول مكتش موفقين شوية شوية كان في عدم تركيز وعدم توفيق بس لمنا نفسنا لمنا بعض بين الشوتين والحمد لله قدرنا نعوض وكسبنا في الشوت التانية اللي جاي مرحلة ما تقبلش الإسمة على اثنين وهي أصلاً يعني إحنا بنتعب طول السيزن عشان المرحلة الجاية هي اللي هتحسم لنا الدوري وإن شاء الله في الدورتين والجمعتين نقدر نحسم الدوري في الأول بأول ثلاث موتشاط إن شاء الله وإن شاء الله نكسب الدوري يعني زعق وبعكده يعني زعق في الأول بعكده طبعاً نلم الدنيا وحفزنا وقال لنا لازم نكسب وما فيهاش هزار وإحنا اللي بقدينا نكسب وبقدينا نخسر فكان لازم نلم نفسنا ونفوق نفسنا ونفوق بعض عشان ما ينفعش كان لازم نفوق نفسنا من الشوتين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة